في منتصف شهر حزيران من عام 2016 دخلت القوات الأمنية إلى الفلوجة بعدتها وعددها بعد معارك طاحنة مع تنظيم داعش الإرهابي حيث تمكنت القوات من رفع العلم العراقي في المدينة فوق مبنى مستشفى الفلوجة كأول بناية يتم تحريرها إذ ارتوت أرض الفلوجة بدماء القوات الأمنية التي جادت بالأنفس من أجل مدينة المساجد تمر علينا اليوم الذكرى السابعة لتحرير مدينة الفلوجة حيث أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مع كافة الصنوف المتجحفلة معه أعلن النصر المؤذر على العصابات الإجرامية عصابات داعش لو لا تضحيات هؤلاء لما كنا ننعم في نعمة الأمن والاستقرار بعد أن أتممت أعمال تحرير مدينة الفلوجة بدأت الصولة الثانية وهي صولة الإعمار التي قادها الرجال الشباب من أبناء مدينة الفلوجة تحررت الفلوجة واستعادت عافيتها إلا أن آثار الحرب ما تزال شاخصة إذ يستذكر أبناؤها اليوم مئات المغيبين قسرا في أثناء التحرير وعشرات الشهداء من القوات الأمنية فلم يكن تحرير المدينة أمرا هينا وجسر بزيبز شاهد على تلك الحقبة السوداء وفي هذا اليوم يستذكرون أهالي الفلوجة هذه الأيام الأليمة العصيبة التي مرت بهم وأودت بتهجيرهم وقتل أبناؤهم وإعقد قسم منهم وهذه الأيام العصيبة يستذكرونها بألم ولكن الآن يستذكرون الفرحة عندما تم الأعمار والبناء والخدمات إذ ما تقالت أهل الفلوجة على نفسها أن تقف صف واحد وكتف واحد مع إيد وحده مع القوات الأمنية في هذه الأيام أهالي الفلوجة يستذكرون هذه الذكرى العظيمة لتحرير مدينتهم وانتصار الخير على الشر بعدما كان الإرهاب يصول ويجول واليوم عادت الفلوجة إلى أبنائها الشرفاء وترى فيها الأعمار والازدهار وهذه الأيام بفضل الله ولت ولن تعود إن شاء الله إعمار وازدهار شهدته الفلوجة بعد طرد خفافش الظلام منها مشاريع استثمارية كبيرة تعد الأولى من نوعها وتأهيل الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية إذ يراهن أبناء المدينة وحكومتها المحلية أن يكون قضاءهم من بين أفضل أقضية العراق عندما يستذكر الفلوجيون أيام التحرير فإنهم يضعون نصب عيونهم التضحيات الجسيمة للقوات الأمنية خصوصا وأن ما تعيشه الفلوجة اليوم من أمن وازدهار واستقرار لم تشهده منذ سنوات إلا أن مسيرة الإعمار ما تزال مستمرة حسب ما تحدث به المسؤولون من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة